اشتركوا في القناة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأوضح معالي أن الحكومة تولي التدريب همية قصوى لسيام التدريب التخصصي نظرا لما له من عوائد إيجابية على التطوير الذاتي من جهة من حيث اكتساب المهارات والمعارف الجديدة وتحسين الفرص الوظيفية وعلى التطوير المؤسسي من جهة أخرى من حيث تعزيز الكفاءة والانتياجية بروح تتسم بالإبداع ومواجهة تحديات العمل المختلفة بحلول جديدة ومبتكرة وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة قد شهد صباح اليوم في قصر الكضيبية بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وممثلي القطاع الهندسي تتشين المشروع المشترك بين معهد الإدارة العامة ووزارة الأشغال لتقديم شهادة احترافية للكوادر الهندسية والفنية العاملة في مجال إدارة المشاريع بالقطاعين العام والخاص وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله عن أمنياته للقائمين على هذا المشروع بالتوفيق والنجاح في تحقيق الأداف المشتركة للارتقاء بالأداء الحكومي في مجال الاستراتيجيات وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية عبر مساهمة معهد الإدارة العامة وكوادره في دعم عملية التدريب في مجال إدارة المشاريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال وذلك من خلال التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة ونوهم عليه بما يمثل هذا المشروع من نقلة نوعية للمهندسين والفنين على نحو يسهم في تخريج جيل جديد من مديري المشاريع الحاصلين على شهادة دولية احترافية على أيدي مدربين معتمدين في مجال إدارة المشاريع من جانبه أعرب سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عن شكر وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بتدشين المشروع المشترك بين معهد الإدارة العامة والوزارة وأشاد سعادته بما لذلك التعاون مع معهد الإدارة العامة من أثر إيجابي في تبادل خلاصة الخبرات المتخصصة وأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المشاريع ونقلها إلى شريحة أوسع من العاملين والمتخصصين من جهتها أكدت سعادة الدكتورة الشيخارنة بن تعيس بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتدشين المشروع المشترك بين المعهد ووزارة الأشغال يعكس حرص الحكومة على توحيد الرؤى والجهود لتمكين وتطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الإدارية والتخصصية ولفتت سعادته إلى أن هذا المشروع يستهدف في سنته الأولى تدريب حوالي 230 مهندسا وفنيا من القطاعين العام والخاص تدريب حوالي تدريب حوالي